موسيقى طيب للنبي كرهه للحالة اللي احنا فيها محل السؤال كرهه صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان ألزم نفسه بما لم يلزمه به الله الله لما بيلزمنا بشيء لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها لكن أنا لما بألزم نفسي بشيء قد ألزم نفسي بما ليس في وسعي وده اللي حاصل أهو طيب في النهاية صاحبنا يعمل إيه؟ هنقوله هنعمل كفارة يمين نتحلل به من النذري الكفارة دي هنتحلل بيها من النذر إيه بقى كفارة النذر أو كفارة اليمين دي هي إطعامه عشرات المساكين يبقى صاحبنا ربنا يكرمه مش قادر يباح العجل هيجيب وجبات عشر وجبات أو يطلع إميتهم فلوس للفقراء والمساكين كده يبقى تحللنا من النذر وحاجة من اتنين عاوز يعمل حاجة تانية أقل شوي على قد إيده أو مش عاوز خلاص هو بهذا قد تحلل من النذري وده بيخليني أجاوب أو يعني بيكفيني الإجابة على إنه النذري كفارة ولا لأ أيه ليه كفارة وهذه كفاراته إطعام عشرات مساكين ما قديرش يصوم ثلاثة أيام بعض فقهائنا ذهب إلى إنه يجمع بين الكفارتين أو النعيم من الكفار فيعمل الإطعام ويعمل الصيام لكن الصحيح الأول وهو كالحلف بالله سبحانه جل في علام طيب في موضوع النذري برضو ما زلنا حد بيقول أنا نظرت اللهم صلى على سيدنا محمد وقاله نظرت أن أصوم لكني الآن لا أستطيع الصوم نفس الكلام حد نظر يصوم وبعدين ما عادش قادر لمرضه أو لكثرة الأيام والمشقة عليه خلاص يبقى يتحلل أيضا إما بإطعام عشرة مساكين أو بصيام ثلاثة أيام ويبقى كده ما وفاش بنذره إنما يبقى كده تحلل من نذره حد برضو بيقول طب أنا يمكن أن أتحول من النذري إلا أنا أيله بحاجة تانية أنا شايف المصلحة بدل ما أتبح أجيب لحمة نفس الفكرة هو مش عاجز هو ليس عاجزا عن الذبح بس هو شايف العشرة تلاف جنيه اللي هجيب بهم خروف صغير ولا جيب بهم جدي ولا بتاع أقدر أجيب بهم لحمة وأأكل الناس بشكل أكبر نقول له لا لا لأننا مش نحن نطعم الناس الذي يطعمني ويطعمك هو الله سبحانه وتعالى والأولى أن تفي بنذرك كما هو دون دون أن تغير فيه ده الأصل في الموضوع اللهم إلا أن تغير إلى ما هو أفضل بشكل واضح من نفس الجنس نفس الجنس يعني إيه أنت نظر تتدبح أنك تتبع جدي لا أتتبع خروف تتبع خروف لا تتبع عجل لأن النذر عبادة ويجب أن نلتزم به بقدر الإمكان وبالتالي أكل لك الذبح أولى خاصة أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الذبح نسكن وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى برضو في موضوع الحلف والأيمانات والكلام ده كله حد بيقول في نقطة كده زيادة ما حكم الحلف ما حكم الحنث في الحلف بغير الله هل له كفارة؟ يعني واحد حلف بغير ربنا وبعدين ما نفسه وكذب في يمينه بيقول ليه كفارة ولا ملهوش نقول له خلي بالك الموضوعنا خطير جدا أنت بتكلم عن حتة جزئية قوي ليلة قوي الأصل أنك لا تحلف إلا بالله ده الأصل والأصل كمان أنك ما تحلفش إلا للدورة الكسوى ولا تجعل الله إيه؟ عرضة لأيمانكم فما تحلفش إلا للدورة الكسوى ومن كان حلفا فليحلف بالله طب من حلف بغير الله؟ ده المصيبة بقى فقد أشرك أشرك هنا معناها إيه؟ يعني وقع في جريمة أو ذنب يقترب من الشرك مش معناها أنه خرج من الدين ولا حاجة تب يعمل إيه؟ يقول لا إله إلا الله فهي حسنة تكفر هذه السيئة وإن حنث في اليمين لأنه مش يمين أصلا لا كفارة عليه إنما يستغفر فقط لأنه حلف بغير الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله ننتظر المزيد من أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى جروب الواتساب ونأمن أن نلتقيكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته في أمان الله ما الفضل إلا الأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء